في يعيشها التي التي نعيشها مشي جديدة أو طارئة رغم اللي بدأت هذه الحكومة ونحن مع فاد الغلاء هذا أمر ليس جديد كأن جديداً قولوا لا أنا أرجع لمارس 2022 أراها السيد الناطق الرسمي باسم الحكومة كانت يجيتي يقول لكما تجد تدير جوج درهم ثلاثة درهم في الوقت لي كانت تدير عشر درهم إذن هذا الوضع ليس جديداً هذه اللولة ثانياً هذا الوضع ليس اعتيادي لأنه لأول مرة لأول مرة نحن نعرفه نحن نعرفه أنه أولاد البلاد وأولاد الفلاحة تنعرفه بأنه كل مرة تكون واحد المادة مرة ماطيشة غالية مرة البصلة غالية مرة هذه غالية على حسب الظروف لأول مرة في التاريخ الفلاحة المغربية تجتمع كل المواد كي يحتزامن في ارتفاع الأصعى ورينيشي مادة لنقص دبا جميع المواد هذه ننتبه لها لأنه كيف ما قلت ماطيشة بطاطة البصلة الربيع الحمد الجاج البيض اللي بريتي جميع المواد خلاص ما نتكلمش على على ألزيت وبالتالي هذا يسائلنا النقطة الثالثة لأنه هذا الشي ليس عاديا وليس اعتياديا وهو المستوى دي الارتفاع دي الأسعار لأنه كان الربط دياله كون أن الارتفاع ديال التدخم والارتفاع ديال الأسعار هو مرتبط بالخارج وهذا فيه جزء من المعقول ولكن مني تنشوف المستوى ديال التدخم ديال المغرب في elevator ازاد تنقله تمانية في المائة لم يتجاوز عشرة في المائة وهو كبير إلى جهن المستوى ديال الأسعار ديال المواد الغذائية رأكي bloque platرة belati ثلاثة مرة في المائة إذا محناش في المستوى ديالارتفاع ديال الأسعار اللي هو الرسمي اللي تيعطيها بنك المغرب اللي لي منذوبية السامية اللي البنك الدولي رأي الاسعار ديال تمانية في المائة زايد 100% زايد 200% زايد 300% لأبني عليها وأقول بأن الأسباب ليست ضرفية ما يسوقه من أنه له كيل برد وكيل جفاف وكيل كذا وكذا ليست الأسباب وهيكلية وهي اللي خصنا ننتبه لها ونعالجها السبب الهيكلي الأول الذي يراد له أن يغطى بالغربال هو المحروقات الارتفاع ديال المحروقات المحروقات هي عصاب الحياة الاقتصادية وبالتالي الارتفاع ديالها هو الأصل ديال الداء وهو السبب حتى في تصدير ديال الماطيشة باش نجيك لأنه بما أنه كان الارتفاع ديال الأسعار ديال المحروقات إذا الارتفاع ديال الأسعار ديال الإنتاج إذا الارتفاع ديال الأسعار ديال التموين بالتالي المنتج المغربي بين أمرين هو انتج بطريقة اللي هي تتجاوز المعقول تيشوف السوق الداخلي يبدو له غير مجزيا فيذهبوا إلى السوق الخارجي إذن هذه اللولة المحروقات الثانية السياسة الفلاحية الإخوان تذكروا بأنه عدة مرات حاولنا أن ننبه السيد وزير الفلاحة إلى أن هذه السياسة وذكر بها السيد العنصار أن هذه السياسة هي سياسة خاطئة هو للأسف كما يعاند اليوم من موقع رئاسة الحكومة كان يعاند من موقع وزارة الفلاحة وجعل من المخطط الأخضر مخططا مقدسا لا يمكن أن يقترب من أحد وليوم نجني نتائجها ذلك كنا نقول له الدلمة لإنتاج خصيك تركز على الأمن الغذائي نحن وصلنا لها سيدريس سنعود لها في محوار المتعلق بالمخطط المغرب الأخضر لأنها نقطة مدرجة في الحوار ولكن من خلال الكلام هذه المرة مباشرة الدكتور محر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة